سارون هيلة تدعى سارون وهي في السادس عشر من عمرها لديها مشاكل في التواصل ولديها مشاكل جسدية أيضا كما ترون يدها اليمنى مشلولة بشكل كامل ولكن يمكننا القول أنها بحاجة إلى أدوية عديدة كالتوتر على سبيل المثال فهي تحتاج الأدوية لكي تتفادى حالات التوتر في المناتوس هي مؤسسة خيرية محلية في مدينة مقلة وهي مؤسسة خيرية الوحيدة في تيجراي التي تقدم العناية الطبية والنفسية لمرضى التوحد والإنعزالية لكن لأكثر من عام الآن تعاني هذه الجمعية من عجز مالي بسبب إغلاق البنوك وعجز في المتطوعين الذين يقدمون الخدمات قال لنا سامويل محاري أنه خائف من أن يعاني المرضى من تدهور حالاتهم الصحية بسبعة دم توفر الأدوية والطاعم منذ نشوب هذه الحرب نجد نقص في المواد الغذائية وخدمات الاتصال والإنترنت والعجز المالي أيضا لذا هم بحاجة إلى الإناء الخاصة ويجب علينا أن نحترم حالاتهم وعلينا أيضا احتوائهم مسرت أيضا مريضة في مؤسسة فرماناتوس مثل سارون وتبلغ الثلاثين من عمرها ولديها عجز جسدي يجعلها تتحرك بكرسي متحرك وتعاني بشكل كبير بسبب الحصار لديها مشاكل عديدة على سبيل المثال هي عمياء بشكل جزئي محاري بريهو هو واحد من الأعضاء القدماء في الجمعية يقول أن المنظمة تعاني منذ نشوب الحرب ولا يمكنها توفير المواد الأساسية الضرورية لكي تقدم للمرضى المحتاجين لقد قمنا بموافق على استيعاب 300 مريض في منظمتنا لكن مع ذلك توجد حالات خاصة تحتاج لنوع خاص من العناية إغلاق الخدمات العامة الضرورية مثل خدمات الاتصالات والإنترنت والبنوك زادت الأوضاع سوءا على المرضى المصابين بالتوحد والإنعزالية في أنحاء تقرائي ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة